تواصل القوات العراقية الأربعاء تقدمها داخل قاركوش أكبر المدن المسيحية في البلاد بهدف استعادتها من سيطارة تنظيم الدولة الإسلامية في إطار العملية العسكرية الضخمة التي بدأت الاثنين في اتجاه مدينة الموصل وباتت القوات العراقية الأربعاء في قرية باجوانية الواقع على بعد حوالي 30 كم جنوب الموصل وهي تسعى إلى محاصرة المدينة من جهات عدة بينها المحور الجنوبي حيث تتحرك قوات حكومية انطلاقا من قاعدة القيارة على امتدار نهر دجلة في موازات ذلك تتقدم قوات البشمرقة الكردية من المحور الشرقي واقتحمت القوات العراقية الثلاثاء مدينة قاركوش التي تقع على بعد حوالي 15 كم إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل لكن المواجهات مستمرة مع جهاديين يتحصنون داخل المدينة واحتفل مئات المسيحيين في أربيل عاصمة قريم كردستان العراقي مساء الثلاثاء بتقدم القوات العراقية نحو مدينتهم التي اضطروا للفرار منها حين سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية قبل سنتين نحن شعب أصيل وحقيقي والأرض أرضنا واليوم نعيش لحظات سعيدة وعلى وشك أن تحرر أراضينا ونتمنى ونشكر الله عز وجل سيدنا يسوع المسيح مريم العضراء على هذه الأعمال الأيام الجيدة التي منحتنا ياها وصبرنا أكثر من سنتين في معاناة كبيرة ونحن اليوم سعداء ونتمنى أن نعود إلى مناطقنا بأسرع وقت ممكن خلال هالسنتين حتى وإذا كانوا الناس يعيشون ما كانوا يعيشون بملء فرحم ويريدون هسا يرجعون إلى بيوتهم إلى أراضيهم حتى لو مهدمة حتى يعيشون بأمان وبيديارهم وقاراكوش هي أكبر مدينة مسيحية في العراق وكان يعيش فيها خمسون ألف شخص عشية استيلاء الجهاديين عليها في آب أغسطس 2014 في هجوم دفع بالغالبية العظمى من أبنائها إلى الفرار